ترأس رئيس مجلس الوزارات دكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لقيادة وزارة الأشغال العامة والطرق لمناقشة البرنامج الاستثماري للوزارة للعام الجاري وخطط وأولويات برنامج عملها خلال المرحلة المقبلة في مجال الأشغال والطرق والتنمية الحضرية واستعرض الاجتماع آليات العمل والتنسيق المشترك مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاعي الطرق والأشغال العامة ضمن برنامج وبرامج إعادة الإعمار إضافة إلى ما تم مناقشته من مشاريع خلال زيارة وفد البرنامج السعودي مؤخرا للعاصمة المؤقتة عدن وناقش الاجتماع الذي ضم نائب وزير الأشغال العامة دكتور محمد ثابت والمسؤولين في صندوق صيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق والجسور وقطاعي الإسكان والأشغال العامة مستوى الإنجاز في تنفيذ المشاريع التي تقوم بها الوزارة في عدن والمحافظات المحررة خصوصا في قطاع الطرق وإعادة التأهيل والصيانة والتطوير الحضري كما تم بحث الصعوبات التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع والمقترحات الكفيلة بتجاوزها في إطار الجهود الحكومية لإعادة الإعمار بالاستفادة من الدعم المقدم والمتوقع من شركاء اليمن في التنمية من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة وشدد الدكتور معين عبد الملك على مضاعفة الجهود للتسريع بإنجاز تلك المشاريع التي سيكون لها أثر ملموس في حياة المواطنين مؤكدا استعداد الحكومة وبتوجيهات فخامة الرئيس عبد الربوانصر هذه رئيس الجمهورية لتذليل كل وأي صعوبات أو عوائق تعترض سير عملية الإنجاز وأشار رئيس الوزراء إلى الدور المعول على وزارة الأشغال العامة في عملية إعادة الإعمار وما يتطلبه ذلك من إيجاد خطط وبرامج تواكب ذلك وتعتمد مبادئ الشفافية والعمل المؤسسي والتنسيق الفاعل على المستويين المركزي والمحلي وكذلك مع شركاء اليمن في التنمية لافتا إلى ضرورة اعتماد آليات مبتكرة في التنفيذ والتمويل والشراكات تتسم بالمرونة والشفافية من أجل تسريع عملية التنفيذ والإنجاز وجذب التمويلات الخارجية واستيعا